النقطة اللي عايزة اروح لها بقى ودي النقطة التانية لما نبص على جدول الدوري الاهلي بعد مباراة البلدان بارح لعب 15 مباراة معه 33 نقطة في المركز الخامس تنزل للترتيب الثلاثة عشر الزمالك دامنا على الشاشة هو جدول الدوري العام طيب الزمالك لعب 15 مباراة 24 نقطة كده كده دلوقتي الفارق ما بين الاهلي والزمالك 9 نقاط يعني الاهلي قدت الزمالك في عدد المباراة بس الاهلي متفوق بـ 9 نقاط ولما يلعب مباراة المؤجلة هيعدي برامد زم فارق نقطة فالقال بإذن الله الصدارة يعني ان شاء الله هيبقى يعني أمور بإذن الله محسومة في الفترة اللي جاي مع مزيد من التركيز زي ما حصل في الاربع مباراة ولكن هل هناك شخص في الإعلام محايدا كان أو حتى مش محايد يعني لفت انتباهه هذا الأمر على صفحة الربطة شوفر بأتكلمكم ازاي بقى بأطرح السؤال بشكل مهني اهو محايد يعني ايه يعني راجل لا لانتماءات ولا بيشتغل لصلاح حد على حساب حد راجل موضوعي الجدول ده بيديك رسالة مهمة جدا الاهلي لعب خمستاشر مباراة والزمالك لعب خمستاشر مباراة طيب بص بقى على عدد المباريات الافريقية والقرية والدولية وعدد رحلات الاهلي الخارجية من اول شهر تسعة عشرين تلاتة وعشرين لغاية شهر خمسة عشرين اربعة وعشرين يعني بنتكلم في على مدار كام؟ طمان شهور في الطمان شهور الاهلي والزمالك لعبوا زي بعض في الدوري ولكن على المستوى الافريق وعلى المستوى الدولي الاهلي لعب اكتر من الزمالك بعشر مباريات بص يا جماعة عشر مباريات في بطولات مختلفة ليه بقى بطولات مختلفة؟ ممكن الناس تقول لي عشر مباريات محلية يعني لا يا ريت محلية ما هو محلية يعني سافر سكندرية سماعليا بورسايد الامور متاحة وسهلة لكن عشر مباريات في كام بطولة بقى؟ عد معي السوبر ليج اللي هو الدوري الافريقي ده واحد اتنين كأس السوبر الافريقي ادي بطولة تانية تلاتة كأس العالم للاندية فيفا اللي تلعبت في السعودية اربعة كأس السوبر للاندية الابطال اللي تلعبت في الامارات يعني عشر مباريات فارق لعبوا من الاهل زيادة على نادي الزمالك العشر مباريات دول في اربع بطولات قرية ودولية بيتخللهم كم رحلة سفر في السوبر ليج سفرت تنزانيا وسفرت جنوب افريقيا رايح جاي في ظرف 48 ساعة في جنوب افريقيا ادي رحلتين تنزانيا وجنوب افريقيا روح على السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة سفرت السعودية ادي رحلة تالتة تعالى كمان على كأس العالم للاندية سفرت السعودية ولعبت ثلاث مباريات ادي رحلة رابعة تعالى كمان على كأس السوبر للاندية الابطال سفرت الامارات لعبت مباراتين في الظرف ادي ايه اربع ايام بعد ما خلصت كأس العالم في السعودية تلقيت من السعودية على الامارات خمس رحلات في اربع بطولات قرية بعشر مباريات دولية طب في التوقيت ده لزا مالك لعب زي الآله خمساشر مباراة هو كان بيتأجله بناء على ايه حد ديش عارف هل في حد عنده سبب والله العظيم ما حد عنده سبب ولا حد يقدر يطلع يقول الكلام ده طب خد بالك من حاجة برامج زي لعب اكتر من الآله باربع مباريات يعني ا maths لو كان لعب تصعطاشر او عشر اللقاء كنت هقول منطقي ليه منطقي اصل برامج لعب دوري ابتال زيه زي الاهلي بس الاهلي والزا مالك لعب وزيادة عنه اربع مباراة افريقية فبالتالي برامج في الاربع مباراة الافريقية عشان كده بقى تصعطاشر مباراة زياد عن الاهلي والزا مالك لكن الزا مالك ليه خمساتاشر ليه ما يبقى تصعطاشر ليه مش عشرين ليه تأجلت المباراة دي كلها لكن التأجيل كله كانت الناس تقولك الأهل بيتأجله أدينا دهو دلوقتي 15 مباراة في الدورة زينية زي الزمالك هل حد سأل نفسه ليه زمالك يتأجله كل المباراة دي لا لعب كاس سوبر لأندي الأبطال في الإمارات ولا لعب سوبر ليج ولا لعب كاس عالم أندية ولا لعب سوبر إفريقي وحتى في كاس الكنفيدرالية في دور المجموعات كل المباراة تتلعبت في القاهرة ما عدا رحلة واحدة أدور تمهدية ودور المجموعات ما عدا مباراة واحدة يعني المباراة كلها كانت في القاهرة يعني رحلتك الخارجية السنة دي بالمقرنة بالأهل رحلتين ثلاثة ده حتى في دور التمانية لعب فيوتشر في القاهرة كمان يعني حتى في دور التمانية لعب فيوتشر لكن بالمقرنة بالرحلات الإفريقية والدولية الأهل يسافر له ثلاث سفريات في دور أبطال إفريقيا في دور المجموعات وسافر في الدور التمانية أيضا رحلة إلى تنزانيا وسافر في الدور نصف النهائي رحلة إلى كونغو يعني في أفريقيا الأهل سافر له خمس رحلات إفريقية بالإضافة للرحلات الأخرى الأهل سنديم سافر له مش يقل من عشر رحلات خارجية ما بين قرية ودولية على عدد مباراة بيقترب من 38 مباراة ما بين محلية ودولية وقرية هل حد عنده تعليق على الكلام ده؟ مش هتلاقي الناس عاملة نفسها مش شايفة الناس مبارح بتستعر الجدول الدولة يقول لك أيها كده الدورة زبط ليه الدورة زبط؟ قال لك يصل الأهل بقى الخامس دلوقتي فابتدى يقرف شون عدد النقاط ما لفتتش نظرك فكرة عدد المباراة معنى كده إن الزمالك السنة دي أكتر فريق في مصر اتأجله مباراة بسبب وبدون سبب تبقى للليحة وبدون الليحة عشان الناس اللي بتقول لك عامر حسين بيجامل الأهلي الربطة بتجامل الأهلي الأهلي بتأجله ليه؟ بتأجل لمين يا عامل حج؟ يا عامل حج ركز معي وبص في الورقة أنا مش عايز أقول كل واحد بص في ورقته لأ بص في الورقة وشوف الورقة فيها إيه ومكتوف فيها إيه؟ عرض المباراة ده كله الفريق ده لصالح مين؟ وليه؟ وليه؟ والفريق المباراة ده كله عشان خاطر مين؟ وبتوازن مين لصالح مين؟ ده ده البس أنا بتكلم على مستوى الدوري ترجمة نانسي قنقر